بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أبنائي وحبيبي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي ومتابعين الأفاضل من كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حسام أبو أنس أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول إلا أول مرة شفنا حبيبي إحنا بنشرح جميع فروع المنهج من كتاب الأضواء وفي نهاية كل حصة بيكون فيه واجب على الدرس بتحل الواجب وتكتب عليه اسمك واسم الدرس وتبعته على جروب أول إعدادي في التليجرام رابط قناة التليجرام وجروب أول إعدادي في التليجرام تجدون إن شاء الله في صندوق الوصف أو في أول تعليق لكن فرضا لا أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا إعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر مزيد من الفوائد يلا بنا حبيبي نبدأ على بركة الله درسنا حبيبي من دروس البلاغة لمحة بلاغية الأساليب الخبرية والإنشائية الأساليب الخبرية والإنشائية درس في غاية الأهمية تجده كثيرا جدا في الأسئلة وفي الامتحانات في اللغة العربية نوعان من الأساليب نوعان من الأساليب نوعان الأساليب إيه؟ واحد الأسلوب الخبري اتنين الأسلوب الإنشائي تاني الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي يقولك إيه؟ استخرج من الفقرة أسلوب خبري استخرج من الفقرة أسلوب إنشائي طيب ممكن يجيب لك جملة ويقول لك اختر هذه الجملة تعبر عن اسلوب نقط خبري انشائي تمام فما معنى الاسلوب الخبري وما معنى الاسلوب الانشائي الاسلوب الخبري هو اسلوب بلاغي يحتمل الصدق او الكذب في الخبر يعني ايه يعني جاية من كلمة خبر اخبار بشيء اخبار بشيء بقولك الحاجة دي حصلت او الحاجة دي ما حصلتش فكلامي قد يحتمل الصدق وقد يحتمل الكذب يحتمل الصدق ان وافق الواقع يحتمل الكذب ان خالف الواقع لو الواقع بيقول ان فعلا ده حصل يبقى كلامي صادق ان الواقع بيقول ان الكلام ده خلاف منا قلت يبقى ده كاذب ناخد امثلة الشمس ساطعة انا قلت لك ايه الشمس ساطعة كلام ده ممكن يحتمل الصدق صح لو الشمس ساطعة فعلا طب لو الشمس ما كانش طلعت ولا ساطعة او فيه ضباب او فيه سحاب يبقى يبقى الكلام كذب فده ايه ده خبر انا بقولك عليه فده بنسميه اسلوب خبري زي مثلا لما قللك السماء صافية السماء صافية كلام ده قد يكون صدق لو فعلا السماء صافية او يحتمل الكذب لو الكلام ايه لو السماء فيها ضباب وسحاب وليست صافية تمام كذلك ايضا من الاساليب الخبرية اللي هو اسلوب النفي لما قللك ايه مثلا لم اذهب ده مثال لم اذهب الى المدرسة لم اذهب ايه الى المدرسة هذا ايضا اسلوب خبري بس اسلوب خبري بايه اسلوب خبري بترك الفعل اسلوب خبري بايه بترك الفعل يعني اقولك الفعل ده انا ما عملتوش او ما تعملش فلو انا فعلا ما رحتش المدرسة يبقى كده فيه صدق لو انا رحت المدرسة وكلامي خالي في الواقع اللي حصل فده كده ايه اسمه الكذب فده بنسميه اسلوب خبري طيب النوع الثاني يا حبيبي الاسلوب الانشائي الاسلوب الانشائي هو اسلوب بلاغي يعني بيكتب بطريقة ادبية بطريقة بلاغية ولكنه لا يحتمل الصدق او الكذب اصلا ما فهوش صدق ما تعرفش تقول لي انت صادق او انت كذب تمام ويشير الى امر بعينه دون التصريح به يشير الى امر تعمله يشير الى امر ما هنشوف الامور ده ايه دون التصريح به يعني علشان ما يكونش يحمل كذب او صدق زي لما اقولك متى تطلع الشمس هل ينفع تقول كلامك صدق او كلامك كذب لا ليه لان انا بسألك مجرد بسألك متى تطلع الشمس فكلامي لا يحتمل صدقا ولا يحتمل كذبا فده بنسميه ايه اسلوب انشائي طبعا لسه فيه تفصيلات جاي بعد شوية يلا نروح لنموذج تطبيقي بيقولك ميز الاسلوب الخبري والانشائي فيما يلي الناس جميعا يرغبون في العدل الناس جميعا يرغبون في العدل ده اسلوب ايه اسلوب خبري ليه قد يكون الناس مش طلبين كلهم العدل تصدى جيشنا للعدوي ببسالة ده اسلوب خبري ولا اسلوب انشائي ده طبعا اسلوب خبري ليه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب قد يكون جيشنا ما تصداش للعدوي ببسالة تمام هل نجح الطالب في الامتحان هل ده كلامي فيه صدق او كذب لا يبقى ده اسلوب ايه اسلوب انشائي اسلوب انشائي تمام يلا نروح لالاسلوب الخبري بالتفصيل هو اسلوب بلاغي يحتمل الصدق او الكذب في الخبر الخبر صادق لا الخبر كاذب وهو نوعان نوع الاسلوب الخبري طبعا مش هيسألك كتير عن نوع الاسلوب الخبر ايه ولكنها للمعرفة الاسلوب الخبر بيقول لنا يعبر عن حقيقة ويعبر عن ايه عن رأي يعبر عن حقيقة ويعبر عن رأي زي لما قولك ضوء الشمس ينير الدنيا يبقى ده اسلوب خبري ويعبر عن حقيقة حقيقة يعني معلومة صحيحة الكل يعلمها طيب والنوع التاني اسلوب خبري يعبر عن رأي هو مجرد رأي انا قد تخالفني فيه لما قولك ضوء الشمس جميل واحد لا يقول لي ضوء الشمس لا ده ضوء الشمس يطعب العين مثلا وليس جميل تمام الغرض مهم اوي اوي الجزئية دي مهم الغرض من الغرض العام للأسلوب الخبري هو التقرير هفايجي يقولك ايه استخرج أسلوب خبري وبين غرضه هتقول للتقرير بس كده بس كده كلمة التقرير يعني ايه؟ يعني اثبات المعنى اثبات المعنى بثبت لك ان الكلام ده موجود فعلا بصرف النظر عن الصدق او الكذب يعني قد انا بقرر هورك انه حصل او بقرر انه ما حصلش فكلامي يحمل الصدق ويحمل الكذب يبقى الغرض العام للأسلوب الخبري هو ايه؟ هو التقرير نحفظها ميز الخبر الحقيقي من الخبر البلاغي النباتات تتنفس مثل الإنسان ده اسلوب بلاغي اسلوب بلاغي تمام؟ عاد المسافر من سفره ده اسلوب ايه؟ اسلوب حقيقي اسلوب خبري حقيقي اسلوب خبري حقيقي مفوش اي رأي بالنسبالي نحن ابناء مصر لا نعرف المستحيل لا نعرف المستحيل ده اسلوب ايه؟ اسلوب بلاغي اسلوب بلاغي مصر اكثر بلاد الله جمالا ممكن واحد يخالفني فيه الرأي يبقى انا كده بعبر التعبير يدل على ان مصر ايه؟ اجمل البلاد فده برضو بالنسبالي هيكون اسلوب بلاغي وليس اسلوبا وليس اسلوب حقيقي تمام؟ ثانيا الاسلوب الانشاء طبعا الاسلوب الخبري مفوش كلام كتير ولكن اسلوب الانشاء اللي فيه شغل كتير عايزين ننتبه ليه اكثر واكثر هو اسلوب بلاغي لا يحتمل الصدق او الكذب فهمنا الفرق بين الاثنين اسلوب الخبري يحتمل الصدق والكذب اسلوب الانشائي لا يحتمل الصدق او الكذب ويشير الى امر بعينه دون التصريح به وهو ينقسم الى انواع عديدة احنا بقى هنحفظ كل الانواع دي ولا نحفظها ولا حاجة ليه لانك اصلا عارفها من المرحلة ابتدائية من يمكن اولى وتانية ابتدائي كمان وهي ايه؟ الاساليب اللي عندنا الاساليب اللي كانت عندنا في النحو والاساليب اللي كانت عندنا في النصوص الشعرية اسلوب الامر اسلوب الناهي اسلوب النداء اسلوب الاستفهام اسلوب التعجب بس فكل الاساليب دي بنسميها مع بعضها كده اساليب انشائية فلما حضرتك يقول لك استخرج اسلوب انشائي ها هطلع ايه؟ طلع لأسلوب امر او اسلوب ناهي او نداء او استفهام او تعجب اللي موجود في الفقرة او في الجملة تمام يا حبيبي؟ يلا ناخد مثال سريع وبعد كده هنتكلم عن كل اسلوب منفردا الامر احرص بدأ بفعل ايه؟ بدأ بفعل امر احرص على طلب العلم النهي لا تضيع وقتك في ما لا يفيد لا تضيع يا محمد بنادي محمد ده اسمه اسلوب نداء كيف تفوق عادل في الامتحان؟ كيف بيبدأ بأداء استفهام؟ ما اروع التحلي بالاخلاق ده التعجب بيبدأ بأداء التعجب نموذك تطبيق ثلاثة بين نوع الاسلوب الانشائي فيما يأتي لا تتدخل فيما لا يعنيك ده اسلوب ايه؟ اسلوب نهي يا رب كن لنا عونا ونصيرا اسلوب انشائي نداء احفظ السرة مهما كلفك الأمر احفظ ده اسلوب أمر ما أجمل مذاق النجاح بعد التعب ده اسلوب تعجب متى يأتي يوم النجاح ده اسلوب استفهام تمام؟ يلا ناخد أول اسلوب معانا وهو اسلوب الأمر بيقولك ايه؟ هو طلب المتكلم من المخاطب تنفيذ فعل ما تنفيذ فعل ما المتكلم بيوجه كلام الى المخاطب وبيطلب منه يبقى الامر هو طلب الامر ايه؟ هو طلب القيام بعمل هو طلب القيام بعمل تمام؟ من صور اسلوب الأمر اه ليه سرطين اتنين ليه سرطين وانت اللي اتنين اخدهم اول صورة هو فعل الأمر الصريح اعمل بجد من أجل الوطن طبعا برضو مش هيجي يقولك صورة الأمر هنا ايه؟ ولكن انت تبقى عارف الصورة دي تقول عليها اسلوب أمر ولو جات لك الصورة التانية تقول عليها اسلوب أمر ايه يا الصورة التانية بقى؟ المضارع المقترن بلام الأمر طبعا مش جديدة علينا كلنا عارفينها المضارع المقترن يعني اللي جاه معاه لم الأمر ايها الطلاب لتحرصوا على التفوق لتحرصوا يعني يعني احرصوا على التفوق فده كده اسمه اسلوب أمر ليه سرطين مرة ممكن يكون بفعل الأمر مرة لم الأمر زائد المضارع ضع خطا تحت اسلوب الأمر ثم اكتبه يا طالب استثمر وقتك فين اسلوب الأمر اسلوب الأمر استثمر وقتك هنكتبه هنا على النقط ارحمنا يا رب يوم القيامة اسلوب الأمر اسلوب الأمر هنا ارحمنا يا نفس استقيمي اسلوب الأمر هنا ايه استقيمي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول سورة الأنفال الآية 24 فين أسلوب الأمر استجيبوا رقم 2 أسلوب النهي هو طلب المتكلم من المخاطب خد بالك في أسلوب الأمر كنت أقول إيه طلب المتكلم من المخاطب فعل شيء يعني القيام بعمل شيء هنا في النهي هنقول إيه الامتناع عن فعل ما فعل شيء يعني الامتناع يبقى الفرق بين الأمر والنهي الأمر هما الاتنين طلب لكن الأمر القيام بعمل ما أما النهي الامتناع يعني ما تعملش العمل ده ويتكون أسلوب النهي من لا الناهية زائد زائد الفعل المضارع لا تجذب لا تتنمر لا تلعب لا تأتي متأخرا يبقى أسلوب النهي يتكون من إيه لأنهية زائد الفعل المضارع نموذك تطبيقي عين أسلوب النهي فيما يأتي يا طالب لا تضيع وقتك أسلوب النهي فين لا تضيع وقتك لا تعذبنا يا رب يوم القيامة أسلوب النهي لا تعذبنا يا نفس لا تتكبري أسلوب النهي لا تتكبري قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم سورة النساء الآية 29 ولا تقتلوا يا أبناء لا تهملوا حق الجار أسلوب إيه النهي لا تهملوا ملاحظات مهمة خد بلك بقى عشان دي هنغلط فيها لا مع الفعل المضارع تكون أسلوب نهي إذا أفاد الطلب الامتناع أما إذا لم تفت ذلك فتكون نافية ويكون الأسلوب أسلوب نفي وأسلوب النفي من الأساليب الخبرية بكل بساطة إنت عارف إن لا ممكن تكون لا ناهية ولا نافية إن فهمتها إنها لن نافية ده أسلوب خبري يبقى أسلوب النفي ده أسلوب إيه خبر اكتبه كده عندك أسلوب النفي أسلوب النفي ده نوعه إيه أسلوب خبري مش إنشائي طيب ولو لقيتها لا ناهية وبتنهي عن فعل شيء يبقى ده إيه أسلوب نهية وهو أسلوب إنشائي أسلوب النهي إنشائي أسلوب النفي خبري ليه بقى أسلوب النفي خبري قلتها لك في بداية الحصة إن أنا ممكن أقول لك الحاجة دي ما حصلتش وكلامي يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب زي كده لم أكسر الزجاج ربما مثلا أكون صادق أو أكون كذب فده بنسميه أسلوب خبري تمام رقم ثلاثة أسلوب النداء النداء هو طلب الإقبال عن طريق حرف من حروف النداء بناديك عشان تقبل عشان تيجي الإقبال يعني الإتيان طيب باستغمد معاه إيه؟ باستغمد معاه أداة من أدوات النداء نبنسمي الأداة دي حرف من حروف النداء إيه حروف النداء؟ حروف النداء يا وأيا وهيا والهمزة وأي تاني يا وأيا وهيا الهمزة أي همزة زي إيه كده لما قولك أمحمد أمحمد ذاكر درسك أمحمد ذاكر درسك أه أنا بنادي محمد هنا في فرق طبعا في أدوات النداء للمعلومة معلومة زائدة إن أي والهمزة لنداء القريب حد قريب منك أما هيا وأيا لنداء البعيد يا لنداء القريب والبعيد حدد النداء فيما يأتي أنا يا أخي العربي سهران وتحت يدي سلاحي أنا يا أخي ده أسلوب إيه أسلوب نداء يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها يا رافعا أسلوب نداء رقم أربع أسلوب الاستفهام أسلوب الاستفهام بيقول لنا إيه تعالوا ناخد الأول أسلوب الاستفهام تكوينه إيه وبعد كده ناخد أنواع الاستفهام أسلوب الاستفهام يتكون من أداة الاستفهام ومستفهم عنه وعلم استفهام أداة الاستفهام إيه هي الهمزة وهل إيه أخذ بالك كان عندنا همزة من شوية كانت نداء ودلوقت عندنا همزة استفهام والهمزة استفهام هي هي معناها هل بس الاتنين حروف لكن بقية أدوات الاستفهام هي عبارة عن أسماء يعني هي من ضمن الأسماء وليست حرف نبنو عليها أداة ولكن في الحقيقة اسم أما الهمزة وهل دي حرف أسماء الاستفهام هي إيه لماذا وماذا وما ومتى وأين وكم وكيف ومن تمام طيب ناخد الاستفهام الحقيقي والاستفهام البلاغي الاستفهام الحقيقي هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل أنا مش عارف المعلومة دي فبسألك عنها متى عدت من مدرستك لأننا معرفش انت رجعت إمتى ماذا امتحنت اليوم ها لأننا معرفش انت امتحنت إيه النهاردة تمام فده اسمه استفهام حقيقي على شيء لم يكن معلوما من قبل أما الاستفهام البلاغي لا يطلب به جواب أنا هسأل بس في الحقيقة أنا ما بسألش أمستني منك إجابة ولكن يحمل من المشاعر ما يخرج به إلى أغراض بلاغية متعددة يعني ليه أغراض بلاغية متعددة دي مش علينا أكيد هتكون عندك في مرحلة قادمة بإذن الله لأنها جزئية مهمة جدا 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 طيب ناخد مثلا يعني مثال بسيط لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي ولا تكونوا من البخلاء الذين لا يصلون على النبي الله تعالى قال ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ده إيه ده في الحقيقة ده أسلوب استفهام أسلوب إيه استفهام ولكنه أسلوب استفهام بلاغي بلاغي فربنا سبحانه وتعالى لم يسأل أن نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلم شيئا لم يكن يعلمه من قبل حاشا لله ولكنه يفيد إيه يفيد حاجة اسمها التقرير التقرير زي أسلوب الخبر بالزبط زي ما تقول كده إيه تأكيد إن ربنا شرح صدر نبيه تمام يلا نروح اذكر آدات الاستفهام فيما يأتي أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا سورة الكافي الآية 37 أدات الاستفهام هنا إيه الهمزة كيف أناديك وأنت أقرب إلي مني وذاك عجب كيف كيف أدات الاستفهام أليس الله بأحكم الحاكمين أدات الاستفهام هنا إيه الهمزة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أدات الاستفهام هنا هل أسلوب التعجب أسلوب التعجب حبيبي هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الدهشة أو استعظام صفة في شيء ما تعبير عن دهشة أو استعظام صفة حاجة كده جميلة فأنا إيه بعبر عن تعظيمي لها وإعجابي بها ودهشتي لها ويتكون أسلوب التعجب من أربع أركان أولا ما التعجبية أدات التعجب بعد كده فعل التعجب اللي هو أجمل بنسميه على وزن إيه على وزن أفعل على وزن أفعل أجمل أقبح أحسن أحلى أبهى أروع أضخم تمام المتعجب منه الحاجة اللي عجبتني بجيبها بعد فعل التعجب وأخيرا علامة التعجب طيب هنا بيقول لك إيه توجد صورة أخرى دي فيه شوات حاجات كتاب الأضواء بيجيب لك معلومات زائدة بس بصراحة معلومات قيمة جدا توجد صورة أخرى للتعجب وهي بنسميها إيه أفعل بيه زائد المتعجب منه يعني مثلا لو أنا أقول لك إيه ما أعظم ما أعظم أبناء مصر ما أعظم أبناء مصر هذه كده صورة من صور التعجب اللي إحنا لسه واخدينها حالا ممكن أجيبها لك بصورة تانية أقول لك إيه أعظم بيه أعظم بيه بإيه بأبناء مصر أعظم بيه أبناء مصر أعظم بتجيبها على وزن أفعل زائد معه حرف الباء زائد المتعجب منه اتنين هناك صور سماعية للتعجب ليس لها قاعدة محددة في بعض الألفز كده تدل على إيه إحنا بنستخدمها تدل على التعجب لما تشوفها سبحان الله سبحان الله الحاجة دي كده كأنك شفت حاجة عجبتك فأنت بتسبح ربنا وتنزه ربنا من هذا الأمر لتعجبك بهذا الأمر يا له من كتاب رائع يا لك من طالب متميز يا لك من معلم ماهر يا له أو يا لك أو يا لكم أي عبارة لله ضره من رجل شجاع ده دعاء كده لحيه لما تستحسن شخصية ما أو تستحسن حد كده حاجة كويسة تقولي لله ضره نموذج تطبيقي ضع علامة صح أمام العبارة التي تحتوي على أسلوب تعجب ما أروع العمل المتقن أسلوب تعجب ما أفضل عمل قمت به ليس أسلوبا تعجبيا ما أجمل قصيدة قرأتها في حياتك ده أسلوب استفهام ما أجمل تلك القصيدة التي قرأتها أسلوب تعجب مهم بقى الحتة دي الغرض العام من الأساليب الإنشائية جذب انتباه السامع وإثارة ذهنه بس ممكن تحفظ لحد هنا يقولك إيه استخرج أسلوب إنشائي وبين غرضه تقول إيه جذب انتباه السامع وإثارة ذهنه طيب مين فاكر يلا كنا معايا افتكر كده قل سلوب الخبر غرضه إيه أيوة تمام التقرير التقرير نكتفي بهذا القدر يا حبيبي الدرس سهل جدا وممتع وواجبنا إن شاء الله هيكون صفحة كام هيكون معانا صفحة تمام بنحل الواجب ونبعثه على جروب أولي أعدادي في التليجرام وأدعوكم للإشراق في قناتنا قناة أولي أعدادي على التليجرام وأيضا الجروب الخاص لأولي أعدادي في التليجرام في النهاية أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم به لا تنسى الإشراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا إعجابا وطعليقا نعمل لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته